الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبيت انصحح وحد الخطأ وقعت فيه في حلقة ماضية جيت نقول وحد الحديث كان في راسي وإذا الثاني يسبق وقلت حديث لا أصل له جيت نقول حديث صحيح في راسي الثاني يزلق وحد الحديث ما الفين يسمعوه في المواعد وهو لا أصل لهم ولكن الحديث يكن تناوي نقول حديث صحيح أني حب نصح هذا الخطأ دكن قراركم الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا ما هذا تكلمت على لما غلات الأسعار ما للصحابة جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله غلى السعر سعر لنا يعني ديرنا الأسعار حددنا الأسعار قول لنا شعال نبيعه وهذا سؤال هل جزل الدولة هي تحدد الأسعار ما للنبي عليه الصلاة والسلام قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساعر إن الله هو المساعر يعني حبي فهمهم بالأسعار لا يحددها أحد وإنما السوق السوق العرض والطلب كائن المنتوج بالزاف السومة تهبط كائن المنتوج قليل السومة تغلى إن الله هو المساعر القابض الباصط الرازق وإني لا أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النساء وصححه ابن حبان والحديث صحيح على شرط مسلم كما قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص قال وصححه ابن حبان وقد ذكره الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا هو الحديث يكتنا وينقولوا ولكن الزاني ازلق وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أرخصوه بالترك هذا أرخصوه بالترك ليس من كلام رسول الله وإنما يقال أنه ينسب إلى عمر ولم يثبت هذا ويقال أنه ينسب ينسب إلى علي ولم يثبت هذا ويقال أنه من كلام إبراهيم بن الأدهم أرخصوه بالترك ليس من كلام رسول الله وأنا قد أخطأت في سبق اللسان فذكرت هذا هذا ليس من كلام رسول الله وإنما كنت أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المساعر إن الله هو المساعر كذلك وحد النهار شفت الحلقة أنت عيس ترحي أخطأت في الآية الكريمة في قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من الممينين اقتتلوا فأنا قلت وإن طائفتان من الممينين اختلفوا وإنما كنت أقصد تفسير اقتتلوا بالاختلاف والاقتتال الآية تقول وإن طائفتان من الممينين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما هذا الواجب الإصلاح اللهم اغفرني وتب علي والآن نتأكد بلي أنتم تحبوني مبارك الله فيكم وأنا لا يستزعجني النصيحة وراني سعيد لأني عارفت بلي كي الناس يحبوني لأن لما إنساني يبعت لك ويقول لك يا فضيلة الشيخ رأك غلط في الآية ولا رأك غلط في الحديث هذا الدريب لي هذا مسلم صالح يحب لك الخير وأنا النقد أحب إلي من المتح النقد أحب إلي من المتح والله يعلم أنه لا يزعجني ولا يحرجني أن أتراجع يعني إذا تأكد عندي مسألة أني أخطعت فيها أو لم أفهمت أشيب لي أنا سهل أتراجع ما عنديش هذه الزعمة أنا فتقلتها نقعد عليها حتى نموت لا 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 أعوذ بالله من هذا الإمام مالك رضي الله عنهم كان يقول كما تتعلمون أدري تعلموا لا أدري فجزى الله خيراً كل الإخوة والأخوات لنبهوني إلى هذا المسألة والله يشهد أني كنت ناوي نتكلم على حديث إن الله هو المسعر فزلق السين الثاني قلت أرخصوه بالترك لأني كنت بزاف غضبان على المشاكل اللي وقعت لما غالت الأسعار والناس ولا تمت الحقش واليتيم والفقير والمسكين ضاع والناس وجاعوا والغلاف ارتفاع مستمر حسبنا الله ونعم الوكيل سائلة تقول أنا طبيبة جراحة وأريد أن أعرف حكم الشرع في الجراحة التجميلية حاولي تفهمي يا أختي الجراحة التجميلية واش معنتها؟ هاو السؤال هنا نعرف يجوز ولا ما يجوز إذا كان الجراحة التجميلية معناها إعادة العضو إلى أصله إعادة العضو إلى أصله اطفال زاد نيفو محلول نيفو مشقوق محلول نوحون خيطه له نده له نيفو كما خلقه الله كالأصل في خلقة الله هذه إعادة العضو إلى أصله يجوز الآن يأتي إنسان يوحل الطبيب يقول أني حب تشقيني نيفو وتحليه على زوج لا الأصله في الخلقه أن الأنف على الإنسان متلايم فهذا لا يجوز شفهمتوها؟ الجراحة التجميلية إعادة العضو إلى أصله واحد زاد ودنه في خده وذنه في خده يروح للطبيب يدلوا عملية يدلوا الوذن تعه في مكانها هذا يجوز إعادة العضو إلى أصله شفا يا أختي إعادة العضو إلى أصله واحد زاد عنده فيه وتشو حب كبير الأصل في الخد على الإنسان أن لا يكون كذلك واشي عليه يروح للطبيب نحيله هذا كل حب يجوز إعادة العضو إلى أصله ولكن إنسان كما نشوفه في أوروبا يروح للطبيب يقولوا دل لي شفا تع كلب أكرمكم الله قطع لي شواربي وردهم لي كمتع كلب لأنه عندي كلب عايش معايا ما نشحبه يتوحش ويحسره وحده أنا ننو لكلب كما هو حسبنا الله ونعم الوكيل هذا من تغيير خلق الله جراحة تجميلية أو يعني مراء عندها عويجاج في رجلها عويجاج في يدها رقبتها معوجة دير عملية عوتردها الشفا القاعدة أنا حبكم تفهموا القاعدة لأن الأمثلة لا تنتهي إعادة العضو إلى أصله جاني مرة وحد الشام التيارت عنده العين التاو هذه الجلدة عينه فيها حوالي زوج كيلو زوج كيلو هذه عينه لأنها لا تتوقف عن النمو لا تتوقف عن النمو أديته للمستشفى وداره عملية ونحاول هذه الزوج كيلو وعينه الداخل السليمة والحمد لله هذا إعادة العضو إلى أصله يجوز ولكن تغيير خلق الله واحد ولد يروح يدير عملية بشي ولطفلة طفلة يدير عملية بشي لها راجل تشرب هرمونات بشي لها اللحية لا هذا كله من تغيير خلق الله ما للأخت الطبيبة أسأل الله أن يجري الخير على يدك وإن شاء الله وإن تحط يدك تنجح وتربح إن شاء الله إعادة العضو إلى أصله جائزة تغييره عن أصله حرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدعو شركات ميديسفار كل حرفائها إلى مزيد التثبت من العنوان الذي يقصدونه في تونس لكي يستفيدوا من خدمات تواقمنا الطبية العنوان هو كالتالي ريو جولاك فيكتوريا ريزيدانس لات ديسيني لبرجولاك 1 أرجاء التدقيق والتثبت من شعار الشركة لكي لا تحول وجهتكم نحو مصحات وشركات تحمل أسماء مشابهة لميديسفار أو الأمان وتدوق في الأخير للاتصال بالأرقام التالية 00116 29 90 29 17 أو 00116 29 90 29 16 ميديسفار الأولى في جراحة التجميل الغزالة الذهبية أضخم مركب سياحي وتحفة فنية وسط صحراء الجزائر يوفر لكم كل شروط الراحة والرفاهية غرف بمواصفات عالمية فيلات ضخمة خيام بكافة التجهيزات مطاعم راقية بنكهات عالمية وتقليدية ولراحتكم الغزالة الذهبية توفر لكم مسبحين وحمام صونة الأكبر من نوعها في إفريقيا قاعة للرياضة وأخرى للتدليق